عموماً زي ما قلت لحضرتك إن الأهلي بيقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دولي الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية قرر النادي الأهلي الاحتكام إلى المحكمة الرياضية الدولية طبقاً أو طلباً للعدالة أنا مش عايز حاجة النادي الأهلي مش عايز حاجة النادي الأهلي بيعمل كده طلباً للعدالة في أزمة الملعب قبل بس ما كامل لحضراتكم البيان ومجلس دارة النادي الأهلي ضمنين إيه اللي حيحصل في المباراة الناهية لو تلعبت في مصر حتى محدش ضمن حاجة ولكن أنا ببحث عن العدالة وتنفيذ العدالة أنا كنادي أهلي ومجلس قدرة النادي الأهلي بيبحث عن العدالة وتنفيذها مش مجرد إن أنا أنا مش فارق معايا إيه اللي يحصل في المباراة فارق معايا طبعاً كجمهور ونفسنا نكسب وكل حاجة ولكن حد في البشرية كلها ضمن إيه اللي حيحصل كمان ثانية محدش ضمن حاجة ولكن مجلس دارة النادل الاهلي وانا قلت لحضراتكم الكلام ده بارح مش هيسكت هيفضل وراء حقه طلبا لتحقيق العدالة هو ده اللي احنا او ده اللي البيان بيقوله طلبا للعدالة في ازمة الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لدون الابطال ربدا على رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم اقامة المباراة المشار اليها على ملعب محايد ملعب محايد بعيدا عن الفرق الاربعة التي تتبار في الدوري او في الدور قبل النهائي للبطولة فضلا عن امور اخرى تخل بالميثاق الاليمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الافريقي ذاته وسيقوم الاهلي الذي سبق وان طلب او سبق وان طالب الكاف باقامة المباراة على ملعب في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشأن وسوف يطلب اجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة خاصة وان كاف في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ امس اعلن عن اسنان تنظيم المباراة لملعب بعينه وفي نهاية القرار ذاته اشار الى انه يدرس حاليا اقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وايابا انا قلت لحضراتكم الكلام دنبارة والنادي الاهلي يأمل في حرص الاتحاد الافريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للاجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الامر وتحقيق العدالة الناجزة جاء قرار الاهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعد ان رأى ان اسنان تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام التاني على التوالي قد يترتب عليهم منح احد الفرق افضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية اخرى كما ان كاف استند الى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الاخر دون ان يدم الاعلان عنه او عن اسبابه اشتركوا في القناة